بعد اختفائه لأشهر قليلة ها هو شبح الكوليرا يعود من جديد مهددا حياة الآلاف من المواطنين خصوصا النساء والأطفال الآن ظهر المرض الملاريا الملاريا والتوليرا بشكل فضيع هنا وأكثر الذي هنا ما فيش هنا مرتاز للملاريا ولا للتوليرا لذلك أكثر الناس ذهبوا إلى القاعدة والقاعدة طبعا المخيم كبير والاستيعاب إليه أكبر من الحالة المطلوبة دمنة خدير الراهدة جبل حبشي سامع والمواسط أكثر مديريات محافظة تعز التي اجتاحها الوباء خلال الشهرين الماضيين مسجلة أكثر من ثلاثين حالة وفاة بحسب مصدر طبي نهيك عن مئات الحالات المصابة مركز العين الحالي يستقبل لحدود 20 حالة 25 حالة 30 حالة يوميا وهذا مؤشر خطير على أن الوباء ينتشر يوما بعد يوم ويزداد طبعا عدد الحالات الوفية تلحد الآن خمس حالات وفية خلال هذه الفترة 350 حالة إصابة مشتبهة منها 244 مؤكدة بالريبيت تيست وعملنا في حصة زراعية طلعت بوزيتف فنحن لن ناشد جميع المنظمات ونناشد جميع الداعمين بأن يتعاونوا معنا للسيطرة والقضاء على هذه القائحة ضعف الرعاية الصحية في الريف وافتقاد المراكز الصحية لأبسط الإمكانات الخاصة بالوباء يساعد على انتشار الكوليرا في هذه المناطق الأمر الذي يعقد من جهود مكافحة الوباء ويجعلها أمرا بالغة صعوبة بداية البرنامج يقوى أكثر من 50 حالة بس لا يوجد إمكانية أن نغطي كامل حالة هذه وانت عارف كيف ظروف الشعب اليمني كل شيء كان سوى حمضنا كل غيرها يعني يشتم ساعدة كثيرة وفعل صحاب الخير اللي هم يعني يحبون أنهم فعلوا خير هذه الصعوبات والعوائق تتزايد مع تصريحات المنظمات الدولية التي تؤكد أنها تقدم الخدمات الصحية بكل الوسائل المختلفة للقضاء على الوباء إلا أن ما يحدث على الواقع شيء يختلف عن المعاناة التي واجهها السكان في أرياف تايز كما يغيب أيضا دور الجهات الرسمية المحلية في مواجهة وباء الكوليرا وهو ما يجعل المواطن يقف وحيدا أمام هذه الجائحة ويواجه مصيره المحتوم فواز الحمادي قناة بلقيس تعيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر